لما اي شخص مننا بيصاب بجرح او قطع طبيعي جدا يحصل نزيف للدم اللي بيوقف انجراف الدم ده خارج الجسم هو ان خلايا بتتجمع بشكل طبيعي وتكون جلطة لايقاف النزيف الجلطة دي بتحمينا من اننا نخسر كميات كبيرة من الدم من جسمنا مصاب الهيموفيليا بقى بيكون عنده مشكلة المشكلة دي متعلقة بعدم قدرة خلايا الدم على التجلط وايقاف النزيف نتيجة لهذا المرض ايه هي المشكلة الصحية دي وازاي هنتعامل مع مريض الهيموفيليا هنعرف الكلام ده كله من دفتنا اللي من ورانا الدكتورة نجلاء شهين استشاري امراض دم الاطفال ومستشار رئيس هيئة التأمين الصحي لامراض دم الاطفال اهلا بك يا دكتور مشرفانا في الحكيم في بيتك احنا الاول ناخد فكرة كده عن مرض الهيموفيليا علشان الناس كلها تعرف احنا هنتكلم عن ايه تمام زي ما حضرتك تفضلت كده وذكرت مرض الهيموفيليا هو اكبر واكثر امراض السيولة الدم انتشارا عندنا في مصر وفي العالم طب يعني ايه زي الدم سبحان الله ربنا بيخلق كل حاجة بميزان الدم لازم يبقى فيه عوامل سيولة وعوامل تجلط طب لما عوامل التجلط دي تقل اذا المريض يبقى عنده استعداد للنزيف عوامل التجلط 13 عامل الهيموفيليا تعني ايه لهو اكثر الامراض انتشارا نقص عامل 8 للتجلط ده هيموفيليا الف نقص عامل 9 للتجلط ده هيموفيليا به ودول اكتر حاجتين بيبقى الاطفال فيهم مصابين فاذا احد عوامل التجلط نقصة يبقى انا دمي لا يمكن هتمشي البروسيس بتاعة التجلط دي سبحان الله ايه هارموني كده العوامل كلها تتجمع مع بعضها تتجمع مع صفايح الدموية عشان تكون في النهاية الجلطة اللي بتسد هذا النزيف طب لو المشوار ده ما تعملش صح والبروسيس دي ما تعملش اذا دمي لا يستطيع التجلط في حفظة الانزف وبشدة ده معناه حضرتك ان فيه انواع من الهيموفيليا او درجات درجات وانواع وكل انواع الهيموفيليا هيموفيليا الف وهموفيليا به وهموفيليا س احنا لو هنتكلم على هيموفيليا الف وهموفيليا به طب درجاتها ايه سبحان الله العامل لو موجود واحد في المية وقال من واحد في المية ده يبقى اصابة شديدة جدا للنزيف من واحد لخمسة في المية من العامل تواجده دي اصابة متوسطة اصابة خفيفة جدا اكتر من خمسة في المية فاذا اغلب المصابين اللي بيتعرضوا لنزيف واصابات شديدة هو يبقى عامل تمانية ده او عامل تسعة للتجلط اقل من واحد في المية او اقل من اربعة في المية في حالة المتوسط الدرجاته بتختلف من مريض لمريض طبعا الخطورة بتكمن في ايه يا دكتورة يعني امتى ممكن نقول المريض لا انت تتحجز معنا في المستشفى اغلب مرض الهيموفيليا الشديدة اللي هيقل من واحد هم محجوزين عندنا في المستشفى ليه؟ هو الطفل من اول ما يطولد هيبقى عنده استعداد للنزيف هو من اول يمكن هنا في مصر احنا بنعرفها بدري اوي عن برة لان في اول عمليات الطهارة اول ما يجي الطهر هو حينزف حتى نزيف شديد جدا يعني بينقل الينا للمستشفى بانيميا شديدة هو مجلوبين يمصل واحد اثنين من شدة النزيف طب بعد كده هو الطفل هيبقى طب ما هيبدأ يحبط وحيبدأ يتحرك وحيبدأ يتسحب منه عين الدم وحيبدأ يتخبط في كل اصابة من دي هو بيتعرض فيها لنزيف شديد وبالتالي على مراحل حياته انا طفل صغير عندي سنتين طب انا لسه ممت شيلاني وحفظاني طب انا بدأت اروح الحضانة فبدأت اتخبط بدأت زمالي زقون طب بدأت اروح المدرسة بمشي مسافات طويلة لا بطلع بطلع لفصلي بلعب مع صحابي بيزقوني باركب مواصلات نوعية الحياة اليومية ممكن تعرضه لنزيف طبعا هو يعني حضرك ذكرت حاجة ان الحمد لله احنا عندنا متعودين على عادة الطهارة للاطفال والطهارة دي بيبقى ليها اوقات بس احنا بنفضل نعملها في اول اسبوع فاحنا نشجع الناس بقى ان هي يعني لأول اسبوع ده يمكن ما بينزيفش الطفل فيها الممكن اللي بعد كده يعني في الاول خلص يعني نشجع الناس انها تعملها بدري علشان كمان ده معناه ان ده يعتبر نوع من انواع الكشف على امراض اخرى والله هو يعني سلاح زوح الدين هو يمكن احنا من شغلنا في امراض الدم بدأ يشتغل معنا الجراحين وامراض النساء والعظام كلهم فبقينا بنقول والله قبل ما نعرض اي طفل لاي عملية جراحية او تدخل جراحي حاجتين احنا بناخد التاريخ المرضي للعيلة في النزيف وده مهم جدا بنرجع للطب في اصله التاريخ المرضي التاريخ المرضي لكل مريض بنعمل بعض الفحوصات الاولية اللي بتقول لنا هو الطفل ده عنده استعداد للنزيف او ليس عنده استعداد للنزيف وبالتالي نقدر نكمل اي عملية او لا نكملها الا باستعدادات معينة نهي دكتورة الطفل لما بيتولد عادة بيشوفه طبيب اطفال وبيكشف عليه وبي يعني المفروض بقى ده هيبقى حاجة من الحاجات الروتينية اللي بتتعامل الاطفال اللي هو ناخد عين الدم ونكشف عليها في اول يوم و تاني يوم للولادة و تالت يوم للولادة ما بتبقاش فيه خطورة شديدة او ما بيبقاش لان عوامل التجلط لسه بتبقى عالية لكن بعد كده عوامل التجلط هاتناص طبعا